من أكثر الآثات ضرراً في المجتمعات وعلى المجتمعات آثة الإشاعات والأخبار الكاذبة وأتعجب لأمرين لمطلقها ولمن يتناقلها من دون أدنى تريث وتقص المشكلة أن هذه الإشاعات تزداد ويزداد تناقلها في ظل ثورة شبكات التواصل لكن المشكلة الأكبر أنه بوجود ثورة الفضاء الإلكتروني فمن السهل إذن تقصي حقيقة الإشاعة والتأكد منها ومع ذلك الذي يتناقل الإشاعة يفضل خاصية الإرسال على جهازه للعشرات بدلاً من اغتنام نعمة البحث على النت ومحاولة التأكد قبل أن يكون مسهماً في نشرها والمصيب أيضاً أن الإشاعات ليست آفة تخص الأفراد فقط بل مواقع إعلامية تنجرف مع التيار فتخيلوا حجم الأذى الواقع على المستهدف بالإشاعة وعلى ذويه أيضاً أعجب لتعاظم هذه الآفة وهناك أفضل قانون لمحاربتها وهو قانون إلهي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الأنكى أن الإشاعة التي تنتشر بسرعة الصاروخ الفرصوتي فإن الحقيقة التي تضحضها تنتشر على ظهر سلحفة